هيفضل اللي عمله ريكاردو حارس البرتغال في يورو 2004 حاجة ما تتنسيش في ربع نهي يورو 2004 خلس ماتش ببرتغال وإنجلترا بالتعادل ووصل لرقالات الترجيح الرقالات كانت ماشية بشكل طبيعي لحد ما قرر ريكاردو خلع الجوانتي في راكلة الترجيح الأخيرة داريش فاسل لعب إنجلترا كان داخل يشوت ولما شاف المنظر سعى للحكم هو ده قانوني والحكم قال له يلا شوت نجح ريكاردو في صد الرقلة من غير جوانتي وبعدها قرر يشوت بنفسه راكل الترجيح ونجح في الصعوب بالبرتغال للمربع الزهبي بعد المطش قال ريكاردو إنه عمل كده علشان يشجع نفسه ويشتت زهن فاسل وده اللي حصل اتأهلت البرتغال للمربع الزهبي لأول مرة من 40 سنة ونجحت البرتغال بعدها إنها تعدي عقبة هولندا في نص النهائي وتتأهل للنهائي علشان تلعب ضد اليونان لكن في النهائي نجح منتسب اليونان في تحقيق المفاجأة وفاز بالبطولة تفتكر ممكن حد يجيله الجرأة ويعمل كده مرة تانية؟ ترجمة نانسي قنقر